زي ما احنا متعودين بنحاول ان احنا نشوف القائمة قائمة نادي الاهلي وحن نتكلم طبعا قائمة نادي الزمالك لكأس السوبر الافريقية خلونا نستعرض سريعا قائمة نادي الاهلي لكأس السوبر الافريقية من المعروف ان احنا عندنا عشرين لعيب لازم نضمهم لكأس السوبر مارسل كولر اخد معها تلاتة وعشرين لعيب معنى ذلك يعني نكون فيه تلات لعيبة من هذه القائمة سيتم استبعادهم قبيلة مواجهة السوبر المرتقبة نبدأ بحراسة المرمى كانت محمد الشناوي مصطفى الشبير حمزة على خط دفاع القلعة الحمراء أشرف داري ياسر ابراهيم محمد هاني يحيى عطية الله يوسف ايمن رامي ربيعة عمر كمال خط الوسط اكرم توفيق مروان عطية عمر الساعي مجدي افشة امام عشور عمر السلية نبيل كوكا أما خط الهجوم المتقلق حسام أبو علي كهرباء حسين الشحات بيرسيتاو وطاهر محمد ورضا سليم طيب الغيابات هتكون معانا مصطفى مخلوف كريم وليد كريم دبيس خالد عبد الفتاح سمير محمد محمد عبدالله ومصطفى أبو الخير دي تقريبا القائمة اللي مارسل كولر أخدهم معاهم للرياض لخوض مبراط السوبر زي ما قلنا هو خد معاه 23 لعيب فيه 3 لعيبة سيتم استبعادهم من السوبر الافريقية عشان هما لازم يكون فقط 20 لعيب طيب خلونا نشوف بقى التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في كأس السوبر من 23 لعيبة هذا التشكيل اللي احنا بنتوقعه يعني خبرة بمارسل كولر وطريق تفكيره في إدارة مثل هكذا ومبارياته وكمان برضو تصرحاته أنه مش عايز يعتمد بشكل كبير على الصفقات الكبيرة مش عايز يدفع بيهم بشكل كبير علشان هو بيقول في تصرحات سابقة لي يعني أن دي كروت هو مش عايز يحرقها في مطش كبير زي ذا خلونا نروح نشوف التشكيل المتوقع وطبعا هنتناقش فيه بشكل كبير وشكل معمق أكتر مع ضيوفنا النهاردة إن شاء الله محمد الشناوي في حراسة المرمى من اليمين لشمال خط الظهر الدفاع محمد هاني رامي ربيعة ياسر إبراهيم يحيى عطيته الله خط الوسطى مروان عطية أكرم توفيق دفنتراد قدامهم إمام عشور وخط الهجوم من اليمين لشمال بيرسيتاو وسام أبو علي حسين الشحات طيب